وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الأسئلة كثيرة طبعا الأخ محمد الهواري من مصر طبعا يقول أنا شاب عمري أربعين سنة يتيم من أبوين عندي قدرة مالية المشكلة أنني أبحث عن بنت الحلال لا أجدها كلما أوصي أحد يقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة أو شيء من هذا القبيل يقول أخاف على نفسي يقول يريد نصيحة محمد بارك الله فيك أولا أنت لست بيتيم اليتيم من كان دون البلوة فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه بإسناد جيد أنه قال لا يتم بعد احتلام فأنت كبير اللهم بارك أربعين سنة لست بيتيم الأمر الثاني قد تقصد بأنك نشأت يتيما منذ الصغار وشيء من هذا القبيل يعني نسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا الأمر الآخر أخي الفاضل احرص على أن توصي أحده الناس ليسوا سواء من الناس من عندهم مثل هذه القواعد حقيقة التي تتصادم مع نصوص الشريعة كيف يمشي في جنازة ولا تمشي في جوازة لا يمشي في جنازة ومشي في جوازة يمشي في جنازة ومشي في جوازة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا استنصحك فانصح له من حق المسلم على أخيه المسلم أنه إذا استنصحه ينصح له وأيضا بين المؤمنين من الولاء الشيء العظيم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات وبعض أولياء بعض ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمة توجد بعض الإشكالات وبعض الزواجات التي فشلت ما يعني بأن كل من نصح يفشل الزواج بعض الناس يقول لك والله أنا أبغى السلامة نصحنا واحد وتزوج صالة مشاكل وقالوا أنت بالوصيد غير صحيح الكلام هذا ولا يجوز أننا نحمل الإنسان المحسن نحمله الفشل هذا الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الناس لها الظاهر فلذلك أخي الفاضل اسعى اخبر إمام المسجد خطيب الجمعة مثلا بعض الصالحين بعض العمد اللي عندكم في البلد بعض الناس الوجهة قلهم أنا رجل أريد أنا أتزوج وإذا ما استطعت في داخل بلدك ممكن أنك تنتقل إلى خارج خارج البلد اللهم بارك مصر ملايين مملينة ستجد بإذن الله لكن أصلح النية وأكثر الدعاء واعلم بأن الله عز وجل قد يؤخر لك الزواج الحكمة يراها سبحانه وتعالى تعود إلى مصلحاتك أمة الله من ماليزيا تقول يعني تريد نصيحة لبعض الآباء والإخوة الكبار الذين يرفضون المتقدمين للزواج بدون سبب شرعي والله يا أختي الفاضل هذه مشكلة حقيقة موجودة عند بعض وليس كل ولله الحمد وليس الظاهرة عند بعض الآباء وبعض الإخوة المتسلطين الذين حقيقة يعني يتعسفون في استعمال الحقوق الممنوحة لهم شرعا بالإضرار بالبنات وبعضلهن وبمنعهن وبرفض الأزواج قد يكون لهم حقيقة يعني طلبات فيها تعجيز وشيء من هذا القبيل فعلى الآباء وعلى الإخوة الكبار أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن الظلم حرام الظلم ليس فقط أن تضرب أحد أو تأخذ مال أحد أو كذا من الظلم أنك تمنع موليتك هذه البنت تمنعها من الزواج إذا جاءها الكفء لها النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض والله جل وعلا قل إي يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فقضية الاعتبار الغنى و اعتبار الشيء هذا مرفوض شرعا أهم شيء الكفء في الدين الكفء في الأخلاق في أشياء يعتبرها العلماء من حيث النسب من حيث كذا لكن لا تؤثر على صحة العقد و أهم شيء إذا جاء من ترضون دينه اتقوا الله فيهن نحن في وقت في هذا الوقت اللي كثرت فيه الفتن و انتشرت و أصبحت تدخل البيوت يتأكد على الآباء و على الإخوة الكبار أن يسعوا في الإسراع في تزويج مولياتهم متى ما إن جاء الكفء حتى يحصنونهن و يحصن الشباب أنفسهم فعلى الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يعلموا بأن الظلم حرام و أن عاقبة الظلم سيئة و من الظلم منع البنت من الزواج أو رفض الخطاب الذين يأتون و هم كفء لها خالد من جدة يقول أنا سرقت أيام المراهقة جوال قيمته ألفين ريال و يقول حاب أرجع المبلغ لكن تغير المحل و مرت سنين و ماذا أفعل خالد بارك الله فيك أولا الحمد لله الذي أحيى قلبك و رجعت إليه سبحانه وتعالى و ندمت على هذا الفعل فالسرقة كبيرة من كبائر الذنوب و عظيمة من عظائم الآثام و لذلك أوجب الله فيه حدا قال تعالى و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله و الله عزيز حكيم النبي عليه الصلاة و السلام لعن السارق قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده و التوبة من السرقة حقيقة نعمة من نعم الله و الإقلاع عن السرقة ندم على فعلها العزم على عدم العود إليه هذه شروط التوبة من السرقة و يضيف شرط رابع ارجع المشروق إلى صاحبه ارجع المشروق إلى صاحبه أنت الآن متورط تقول أغلق المحل و ذهب و انتهى و ما أدري وينه الآن تصدق بهذا المبلغ نيابة عن نية صاحبه صاحب المحل تصدق به على الفقرة و المساكين و اسأل الله التوبة و اندم على هذا و كثر من قول استغفر الله و اتوب له و اعمل صالحا خاصة ما يتعدى نفعه إلى الناس اعمل هذا بارك الله فيك الأخ وائل سلطان من الكويت بارك الله فيه يقول هل إطالة الركوع و السجود الأفضل في التسبيح أو التفكر في عظمة الله أخي وائل بارك الله فيك و زادك الله حرصا التفكر و التدبر عبادة من العبادات إن في خلق السماوات و الأرض أفلا ينظرون إلى الإبل فلينظر الإنسان مما خلق و في أنفسكم أفلا تبسرون آيات كثيرة قل سيروا في الأرض ثم انظروا لكن أخي الفاضل لكل مقام مقال و لكل حادث حديث و لكل عبادة محلها فالسجود المشروع لك في أن تقول سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبوح قدوس رب الملائكة و الروح سبحان ذي الملكوتي و الجبروتي و الكبرياء و العظمة و تدعو الله و هذا كله ما يمنع أنك تتفكر في عظمة الله لما تقول سبحان الله تتفكر في السماوات و في الخلق العظيم فأنت في السجود تقول هذه الأذكار و تدعو الله عز وجل من خيري الدنيا و الآخرة أم طارق من سوريا تقول حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها و صلت ركعتين تقرأ الفاتحة و سورة الإخلاص كذا و كذا مرة يغفر الله لها ذنبها و يبنى لها مدينة في الجنة تقول هل هذا الحديث صحيح؟ أم طارق بارك الله فيك أحسنتي على هذا السؤال لأنه و للأسف الشديد هذا الحديث المكذوب المختلق المصنوع المفترع على النبي عليه الصلاة و السلام يذاع و ينشر بين الناس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم و لا يجوز نقله إلا على سبيل التحذير منه و التنبيه عليه أما نشره بين النساء و كذا هذا عمل سيء و محرم و النبي عليه الصلاة و السلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أمرانيا من السعودية تقول لفترة أرى أرقام متكررة في الساعة مثل 11 11 أو 21 22 تقول عند البحث قرأت أنها طريقة لتواصل الملاك الموكل بينه هل هذا صحيح؟ يا أمرانيا بارك الله فيك و رضي الله عنك و الله أنا أعجب من مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر و يقرأ القرآن و يقرأ حاديث النبي عليه الصلاة و السلام أنه يستسلم و يصدق لمثل هذه الخرافات و لمثل هذه الأشياء التي دخل فيها كثير ممن لا يخاف الله فيما يبديه و لا يخفيه على الناس و أصبح يلبس على الناس دينهم أخت الفاضل ينبغي أن ننزه أنفسنا عن مثل هذه الهرطقيات مثل هذه الخرافات هذه الأرقام لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليها و لا أن يبني عليها سعد و لا نحس و أن لا يبني عليها رؤية ملك و لا جن و لا شيء من هذا القبيل و أن لا يبني عليها أحكام شرعية إلا ما ثبت عن أنه سلم من مثل التسبحات و كذا لكن ترين أرقام تقول الله إذا رأيت هذا الأرقام و ركزت عليه سيأتي ملك موكل به الملائكة أخت الفاضلة موجودين عن اليمين و عن الشمال قاعد مهمتهم كتابة الحسنات و السيئات و لن تخاطبك و لن تعطيك شيء من الغيب هي جاسة تسجل عليك في أخت الفاضلة يعني نزهوا أنفسكم عن مثل هذه الأفكار مثل هذه الخرافات حاولوا أن تعتنوا بتصحيح العقيدة الإنسان متى ما انصحها العقيدة أصبح عنده ميزان هذه الأشياء ما يمكن أن تمشي عليه و لا يمكن أحد يضحك عليه لأسف الشديد أصبحنا و الله نسمع عجبا في زمن العقل و في زمن الفهم و في زمن تشار المعارف و العلوم أصبح كثيرا من الناس يرتد على عقبيه إلى الخرافة و إلى الأسطورة و إلى الدجل و الشعوذة في أخت الفاضل هذا باطل و تركيه بارك الله فيك و حذري النساء عبد الرحيم من تركيا يقول أنا بعد كل صلاة مغرب أصلي لوحدي صلاة الغائب على من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبد الرحيم بارك الله فيك و كثر الله أمثالك ألا أدلك على خير من هذا قل اللهم اغفر لجميع المسلمين و المسلمات المؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم و الأموات هذا الذي أمرنا الله به و دعانا إليه و أمرنا به النبي عليه الصلاة و السلام و دعانا إليه أما أنك تقوم بعد كل صلاة مغرب تصلي على من مات على أمة محمد أين الدليل؟ ما في دليل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة سواء المغرب أو غيره يقوم يصلي على من مات على من أمة محمد خاصة و أن بعض الناس قد يعيش في بلد ليس في مسلمين إلا هو ما كان يا أخي الفاضل هل كان الصحابة بعد كل صلاة يقومون يصلون على الغائب؟ هل الأئمة الأربع قالوا بهذا؟ ما أحد قال بهذا و لذلك نيتك الطيبة هذه الصرفة يا أخي الفاضل في عمل مشروع و هو أن تستغفل جميع المسلمين هذا الذي يكون لك الأجر و الثواب يعني على قدر عدد المسلمين و المسلمات من الأحياء و الأموات يا الله عز و جل يثيبك على قدر عددهم و لذلك الله عز و جل يوكل ملك على رأسك و يقول لك بمثل فاعتني بهذا يا عبد الرحيم و بارك الله فيك و اجتهد في طلب العلم الشرعي حكيم الزهير من إيران يقول أنا قبل خمسة أشهر تزوجت و عايش مع أهلي عندي أوضاع سيئة يعني ما عندي عمل البيت اللي ساكنين فيه نعاني من عيون الناس يعني شيء من هذا القبيل يشكو حاله يا حكيم بارك الله فيك جعلك الله حكيم من نعمة الله على العبد أن يجعله حكيم و الحكمة أن الإنسان يفكر بتؤدا و بحلم و بأنات و أيضا أن يقف على قمة حقيقة هذه الدنيا أخي الفاضل الدنيا هذه ليست بدار نعيم دائم و ليست بدار سرور مستمر هذه الدنيا دار كدح أو كدح و تعب و نصب و لذلك يقول جل وعي يا أيها الإنسان و إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قل جل وعي قد خلقنا الإنسان في نصب يعني الإنسان خلق في نصب و في تعب و في إجهاد و في إرهاق هذه الدنيا و لذلك يقول جل و و يقول عملوا فسير الله عملكم رسوله و المؤمن فالدنيا دار ليست بدار هناء و سعادة و سرور دائم السرور و السعادة و اللذة مؤقتة تأتي و كذا ما في أحد في هذه الدنيا يعني تلذذ اللذة الكاملة شوف الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و خذ نبينا صلى الله عليه و سلم كيف قاسى و عانى حياته كلها مليئة بالجهاد و مليئة بيعني هناك من يمكر به من الأعداء يمر عليه الشهر و الشهران ما يوقد في بيتنا و سلم نار يعني ما يأكلنا الدسم تقول عائشة كانت طعامنا الأسودان أحيانا يأتيه رزق فيأكل منه أحيانا لا يأتيه شيء أحيانا يصبح يقول هل عندكم شيء فإذا قالوا نعم أكل فإذا قالوا لا قال إن صان فيا أخي الفاضل بارك الله فيك الله عز وجل خلق كل شيء فقدره و تقديره أنت الآن ابذل السبب اسعى في طلب وظيفة اسعى في طلب مثلا يعني حاول أن توصي أيضا هذا نوع من أنواع العمل مع التوكل على الله لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل قضية التحسس دائما والله العين علينا و شيء من هذا القبيل ما أعتقد يعني ما ينبغي للإنسان أنه دائما يختبئ وراء مثل هذه الأشياء يعني بعض الناس كل شيء يتعرض هو جالس في البيت لا يسعى ولا يبذل ولا كذا يقول أكيد علينا عين كيف عليك عينه و أنت جالس في البيت تحرك أطلب الرزق يعني اسعى روح قدم ملفك هنا و ملفك هنا و وصي الأخيار و وصي الناس اللي يحبون الشفاعة و قل لهم والله أنا أريد وظيفة و شيء من هذا القبيل أما جالس في البيت و كذا ما أدري عنك لكن عموما أنا أقول فيه يوجد من الناس للأسف قضية العين العين حق لكن أني أنا أحتمي والله بكل فشل و بكل كسل و أقول والله سبب العين غير صحيح هذا الكلام هذا فيا أخي الفاضل ابذل و اسعى و استحم بالله كثر من أذكار اقرأ أذكار الصباح و المساء كثر من الأدعية ارقي نفسك ارقي أهلك زوجتك ارقي بيتك كل هذا مشروع و لله الحمد و المن رقية من دبي تقول هذا يجوز إعطاء الزكاة لشخص يريد العلاج أخت الفاضلة نعم إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما هذا أولى من غيره هذا أولى من غيره فإذا كان عندنا شخص مسكين يعني يحتاج إلى علاج يحتاج إلى عملية و ما عنده قدرة هذا أولى من غيره هذا الزكاة يعني يستحقها و أيضا أنت رفعت معاناة عنه فيجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أم عبد الله من السعودية تقول هل الدعاء تحت المطر مستجاب الجواب نعم الجواب نعم فالنبي عليه الصلاة و السلام قال ثنتاني لا ترد الدعاء عند اللقاء يعني في المعركة و الدعاء عند المطر يعني تحت المطر تحت المطر و هذا جاء بإسناد لا بأس به و أيضا أنه السلام كان إذا نزل المطر قال صيبا نافعا يقول مطرنا بفضل الله و رحمته و كان عليه الصلاة و السلام يتعرض للمطر و يحسر عن ثيابه و يقول هذا قريب و عهدا بربه و لذلك إذا نزل المطر يدعو الإنسان شهر زاد من اليمن تقول أنا متزوجة عندي مشاكل مع زوجي تقول هناك شخص دخل حياتي و قال أنه يحبني و من وقتها أنا تغيرت على زوجي و الآن يعني طالب الطلاق و هذا الشخص متزوج و تقول بأن زواجي منه مستحيل هل علي ذنب يا شهر زاد بارك الله فيك و رضي الله عنك ما تقومين به فيه أو ما تقومين به الآن فعل منكر و العياذ بالله و عمل سيء و إذا استمرتي في هذا الطريق ستجدين العقوبة و العياذ بالله في الدنيا قبل يوم القيامة و العقوبة بدأت الآن حينما سمحت لمثل هذا الماكر المخبب الخبيث الذي دخل بينك و بين زوجك و غير حياتك هذا رجل قاطع طريق هذا رجل مفسد في الأرض هذا رجل و العياذ بالله يدمر أسره و لذلك اتق الله يا أخت الفاضل و خاف الله عز وجل في نفسك و اتق الله في أسرتك و في زوجك و خطيئة الخطيئة الخطيئة هذه التي التي مشيت فيها لها تبعات تبعات على عليك و على زوجك و على أسرتك و على سمعتك و على أهلك و أنت الآن تقولين بأن هذا رجل مستحيل أنه يتزوجني مستحيل طيب لماذا تسعين في هذا و لماذا سمحت يا أخت الفاضلة لمثل هذا الإنسان الماكر أنه يدخل حياتك و يغيرك على زوجك و هذا ملعون كما وردت بذلك الحديث حينما خببك على زوجك اتق الله يا أخت الفاضلة الله عز وجل يقول في الصالحات و قانتات و حافظات و للغيب بما حافظ الله إذا كان عندك مشكلة مع زوجك ناقشي زوجك حاوري زوجك أدخلي طرف من جهتك أو من جهة زوجك والله في مشكلة زوجي مثلا تقول زوجك يضربك أو يسبك أو يشتمك أو مقصر و يحاورون يقولون أن ارفع الضرر عن زوجتك فإذا رفع الضرر الحمد لله تعود العلاقة كما هي أما إذا أصر على الإضرار بك و كذا لك الحق أنك تطلبين الطلاق أما قضية والله أني أطلب الطلاق لوجود مشكلة بسيطة و ممكن تحل بسهولة و سمحت أنك تدخلين شيطان من شياطين الإنس ليدمر حياتك أنت المذنبة و سيسألك الله عز وجل سيسألك الله لأنك أنت اللي سمحت بهذا و لو أنك هذا الرجل أوقفتي عند حده و قلتي له و طرتيه و أغلقتي جميع أسباب التواصل معه تأدب و عرف بأنه ما يمكن أن يقرب لكي فلذلك اتق الله يا أخوة الفاضل أنت المسؤولة في الدنيا و يوم القيامة و لذلك احسمي هذا الأمر اغلق الباب أمام هذا الماكر ارجع لزوجك الحياة الزوجية أخوة الفاضلة ليست حياة مثالية كل شي فيها تمام بيت النبي عليه الصلاة و السلام ما سلم من بعض الإشكالات تلبد في سقف بيت النبي عليه الصلاة و سلم بعض الإشكالات و هجر نساء شهر كامل لا نكون مثاليا بدرجة كافية و بدرجة كاملة بدرجة والله موجودة في الخيالات فقط و في العقول الواقع بأنه ما بيت يسلم ما في بيت يسلم من الإشكالات و لو أن كل امرأة صارت بينه و بين زوجه مشكلة راحت تسمح لمثل هذا النوع من البشر الذئاب هؤلاء تدخلهم يخربون يفسدون علاقاتها بزوجه خربت الدنيا أغلق الباب و خرج الدجال و انتهى العالم الناس الحمد لله النساء و لله الحمد يفهمنا هذا الأمر فاتق الله في نفسك يا أخت الفاضل و احسمي هذا الأمر و ارجعي لزوجك و حاولي أن ترمي ممن هدم من بيتك و إن شاء الله بإذنها توفقين متى ما أخلصت النية و صبرتي صبرتي على الزوج كل النساء يصبرنا و الرجال أيضا يصبرون و الحياة ما تمشي إلا بمثل هذه الطريق أم زايد من الإمارات تقول أنا متعودة أقول لزوجي باباتي و متزوج منه من أكثر من ثلاثين سنة أم زايد بارك الله فيك و وفقك الله و زاد ما بينك و بين زوجك من المحبة و الألفة و الرحمة أسر الله تعالى أن يبارك فيكم لكن يا أخت الفاضلة عموما هو يعني قول المرأة لزوجها باباتي أو بابا أو أبي هذا لا يكون ظهار هذا لا يكون ظهار لأن المرأة لا تظاهر الرجل بخلاف الرجل لكن ما ينبغي ما ينبغي نادي زوجك بيابو زايد يابو عيالي مثلا يكون أفضل بعيدا لأن هذه المسألة كرهة بعض العلماء بل بعض المذاهب الفقهية تسفه من يقول مثل هذا الكلام لأنه كيف مثل ما قالت جل وعلا الذين يظاهرون منكم ما هن أمهات يظاهرون من نسائهم يقول مثلا ما هن أمه إن أمهاتهم إلا لأي ولدناهم كذلك زوجك ما هو بأبيك أبوك هو الذي ولدك يعني أنت أتيت من صلبي أبيك فيعني جرت العادة أن المرأة تخاطب زوجها باحترام يا أبو زايد يا أبو محمد يا أبو كذا وتقدرها يا أبو عيالي يا طيب يا كذا أو ترقب بلقب جميل وطيب أو تكنيه بكنية جميلة أما هذا فتركيه بارك الله فيك أبو عائشة من سوريا يقول نذرت إن سرحت من الجيش أن أمشي من ضيعة إلى ضيعة أخرى مسافة 25 كيلو يقول كان ذلك اليوم ثلج شديد جدا بلغ نصف متر وما فعلت هذا ما العمل أبو عائشة الله يرضى عليك النذر ما زال في ذمتك فذمتك مشغولة بهذا النذر أن تقول إن سرحت من الجيش سأمشي لا يلزم في نفس اليوم الآن النذر في ذمتك وتمشي لا بد من المشي لأنه 25 كيلو ممكن الإنسان يمشيها ممكن الإنسان يمشيها بعد ما يذهب الثلج تقول والله صعب أنا مريض أنا مثلا كذا عندك عذار عندك شيء تنتقل إلى كفارة يمين لكن الأصل أنك توفي بالنذر أم عبد الكريم من أمريكا تقول كنت أتصل بوالدية وأثناء الاتصال انقطع الخط بينه وبينهم يعني وحيث أن وقت الاتصال انتهت تقول هل هذا عقوق سوء أدب لا يقتل فاضل العقوق أن يقصد الإنسان الإساء إلى والديه أنت ذكرت في رسالتك الطويلة بأن هم قالوا لك أنت قبل ما ينتهي خبرين أو كذا لا أخت الفاضل أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل متفضلة لا عفوا لا أقول متفضلة أنت واجب عليك واجب عليك لكن عموما هذا لا يكون عقوق ولا يكون سوء أدب ومدام أن الوالدين يعرفون هذا الشيء بعثي لهم رسالة يقول انقطع الخط أو اتفقي أنت وإياهم على مثلا إذا انقطع الخط فاعلموا بأن الرصيل انتهى حتى يطمئنونهم على هذا أم عبد الله من الجزائر تقول الوالدة كبيرة في السن في العقد السابع تضطر أحيانا إلى قول غير الحقيقة لأولادها وإخفاء ذلك تقول لمصلحتهم وخوفا عليهم أو خوفا أن يحسد بعضهم بعضا تقول لما أنصحها تبكي تريد نصيحة أم عبد الله بارك الله فيك و بارك الله في الوالدة و أصلح الله لها النية و الذرية أخت الفاضلة يعني المسائل هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر فإذا كانت الوالدة تقدر بأن إذا أخبرت الأولاد في أمر سيحصل بينهم حسد لا تخفيه الله عز وجل ماذا قال في قصة عقوب ليوسف قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ماذا قال لعقوب قال يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدة فإذا كانت الوالدة تقدر بأن إذا أخبرت والله فلان حصل لك هذا أو جاه كذا أو كذا هذا بالعكس هذا مسلك شرعي مدام أنه تعتقد بأن أخوانا ممكن يحسدون أو مثلا هي مر عليها حادث أو شيء معين إن أخبرت أولادها دخلهم حزن و تكدرت خواطرهم و شيء من هذا القبيل تخفيه طيب ما أدري يا أختي عبد الله أنا هذا فهمت من سؤالك لماذا تنصحينها أنت تنصحينها تكون صريحة دائما غير صحيح غير صحيح يعني مثل ما ذكرت لك في قصة عقوب مع يوسف كيف قال لا تقصص رؤياك على إخوتك مع أنه رؤية جميلة قال فيكيد لك كيدة فقل الوالدة ما فيها شيء إذا عندها مثلا خبر تعتقد بأنه إذا أخبرت الأولاد سيتكدرون و يغضبون و يزعلون و شيء من هذا القبيل تخفي عنهم تخفي ما يلزم أما إذا كان شيء يتعلق بمصلحتهم لا لا تخفي شيء يتعلق بمصلحتهم الدينية و الدنيوية تخبرهم به بارك الله فيك يوم عبد الله أم بلال من العراق تقول عندي بعض الإخوة قاطعين للرحم تقول شخص قاطع للرحم همه نفسه و زوجته و أولاده فقط تريد نصيحها أم بلال بارك الله فيك قطيعة الرحم و العياد بالله كبيرة من الكبائر و عظيمة من العظائم مصيبة من المصائب قطيعة الرحم و العياد بالله تدل على قسوة في القلب تصحر في الصدر و جفاف المشاعر و رقة في الدين و ضعف الإيمان لأن الله عز وجل أوجب صلة الرحم و الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قل جل و علا محرما قطيعة الرحم قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا رحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم و أعمى أبصارهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع اختي الفاضر أم بلال أنا رسالة لك يا أنت أنت ما شاء الله واضح أنك امرأة صالحة و طيبة و محبة للرحم أنت الآن خذي يعني دور الإنسان الذي يريد أن ينتشل أخوانه من هذا المستنقع الآسم من القطيعة والصدود و العياذ بالله قل إلى يا أخوي أنا ما أبغى منك شيء لا أريد منك شيء لا تعطيني مال ولا تعطيني شيء أريد فقط أنك تبتعد عن هذه الخصرة السيئة صل رحمك و لو بالاتصال و لو بالزيارة في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أما هذا الصدود و هذه القطيعة هذه لا تلق بمن يؤمن بالله و اليوم الآخر أن ترضى ما تدخل للجنة يقول الأسلام لا يدخل الجنة قاطع و حاولي قدر ما استطاع أنك أنت تصلين أكثر حتى لو كنت أكبر منه صلي أنت أكثر و احرصي على زيارته و احرصي على أنك تذكري للمثل هذه الأشياء أم المهدي من إيطاليا بارك الله فيها تسأل تقول عندي أخت ليست متزوجة و صديقتها متزوجة عندها أولاد تقول علاقتنا مع بعض قديمة من 43 سنة تقول للأسف لا ترتديان الحجاب و كل مرة أنصحهم تقول يبررون لأنفسهم تريد نصيحة تقول أنا أعيش في الإيطاليا و هم يعيشان في المغرب تريد نصيحة أم المهدي بارك الله فيك و رضي الله عنك و كثر الله أمثالك تشكرين على هذا الجهد في النصيحة و في الموعظة و هذا عمل صالح و إذا كان برفق و لين و بإظهار رحمة و تواصل و هذه نعمة من نعم الله أما النصيحة لأخواتي يعني سواء ما قصدتهم في السؤال أو جميع أخواتي و أمهاتي و بناتي اللي يشاهدنني أن يعلموا بأن الحجاب شريعة و فريضة و واجب فرضه الله عز و جل و لذلك قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما قل جل وعلا و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا قال جل وعلا و إذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم و قلوبهن و النبي عليه الصلاة و السلام أوجب الحجاب على النساء و لذلك لما نزلت هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول راوي الحديث بأنه ما خرجنا النساء إلا كالغربان لماذا لأنه ما كان الحجاب مفروضا في أول الإسلام فلما نزلت الآية كل امرأة تلحفت بهذا الحجاب و من لم يكن معها شيء ما انتظرت قالت أروح للبيت هناك أتحجب أبدا هذا الاستجابة لله تقول يعني شقت أختها مرطها فألبستها إياه الله أكبر استجابة كاملة هذه المحبة لله هذه المحبة الحقيقية لله المحبة الحقيقية لله ما فيها تأجيل ما فيها والله أشوف أفكر مدام أن الله عز وجل أمر و مدام أننا سلم أمر خلاص استسلام لله عز وجل و لرسوله عليه الصلاة و السلام يقول تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُوا وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَكُنَّ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم و أعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشرون استجابة لماذا لأن في محبة متربع على عرش القلب الآن الإنسان إذا أحب شخص مثلا محبة كاملة أي أمر يأمر فيه نفذ على طول من دون تفكير صح أو لا لا الآن أختك هذه مع صديقتها ثلاث و أربع إنسان أكيد كبيرات في السن يعني تجد بينهم من مثلا مراعاة المشاعر حتى و لو كان على خلاف مراد النفس و خلاف الهواء تلبي و تحاول أنها المحبة لها يعني مثلا لو قالتنا بنطلع اليوم و هي غير راغبة ستخرج معها و هي غير راغبة لكن لمحبتها كيف بالذي خلقنا جل وعلا كيف بالعظيم سبحانه و تعالى الذي ما أمرنا إلا بما فيه مصلحتنا أو مصلحتنا في الدنيا و الآخر ما فيه مصلحتنا في الدنيا و الآخر لذلك الله أزوج ما يأمرنا بأمر فيه ضرر علينا أو فساد تعالى الله تعالى الله ما يأمرنا أن نفسلم بشيء فيه ضرر و فساد حاش رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا خير ولذلك المؤمن الحقيقي إذا جاءه الأمر من الله قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصر إذا جاء الأمر من الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا الصحابة علي رضي الله عنه يقول كنت أحب ما أسمع شيء عن رسلم فيه نفع لي إلا وعملت به وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر يقول بعض الصحابة يقول نهاناً عن عمل كان لنا فيه مصلحة يعني شيء من أمور الدنيا في مصلحة فنهاناً سألنا قال وطواعية الله وطواعية رسوله خير لنا من طواعيتنا لأنفسهم لذلك المرأة التي تقول والله مدام الحجاب واجب وفرض على العين والرأس سمعاً لله وطاعة سمعاً لرسول الله وطاعة هذا أكبر دليل على صدق المحبة في القلب أما والله الإنسان يقولك لا أشوف أفكر كذا لا يراجع محبة لله يراجع محبة للنبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى مثل ما ذكرت ما أمر لنا هو الذي خلقنا ما أمرنا إلا بما فيه النفع والصلاح في العاجل والآجل أم جلال من فرنسا تقول إذا دخل وقت صلاة العصر وأنا لم أؤدي صلاة الظهر ألو أصلي النوافر القبلية والبعدية لصلاة الظهر أخت الفاضلة نعم يعني بالنسبة لك إذا فاتك وقت الظهر ومن تبهتي إلا وقد دخل وقت العصر تصلين السنن القبلية وبعدين صلاة الظهر وبعدين سنة الظهر البعدية وبعدين تصلين صلاة العصر لأن وقت العصر طويل أم الدحداح من هولندا تقول هل يجوز إقامة وليمة بمناسبة ختان ودعوة العائلة الجواب نعم بل بعض الفقه يذهبون إلى استحباب ذلك يذهبون إلى استحباب ذلك لكن عموما هي على الإباحة على الإباحة فإذا ختنتم أحد الذكور عندكم وعملتم وليم وجمعت العائلة لا في بأس نص الفقهاء على مشروعية ذلك أم عبد الوهاب من الجزائر تقول الإمرأة مطلقة بالثلاث وزوجها يأتي إلى بيتها لزيارة أولادها ويأكل ويشرب عندهم من دون مبيت تقول ويتحدث مع مطلقتها هل يجوز ذلك؟ الجواب أخت الفاضلة يعني كون الزوج يأتي لمشاهدة أولاده ويأكل معهم ويشرب ويتحدث وكذا هذا أمر من حقه هذا أمر من حقي لأنه يبقى والدا أما قضية أنه يتحدث مع مطلقته فلا الأجنبية مادام أنها خرجت من العدة فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز أن يتحدث معها حديث عاطفي مثلا أو شيء من هذا القبيل ولا يجوز أن يسافر بها وإذا حضرت مع وجود أولادها البالغين أولادها كبار قد بلغوا يعني السن فيجوز أن تكون موجودة بحجابها يجوز أن تكون موجودة بحجابها وأيضا أن تتكلم مثل ما قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولذلك تنتبه المرأة وجودها مع أولادها البالغين بحضور طليقة ما في بأس أما أنه يتحدث معها ويأخذ راحت معها كأنها يعني زوجته السابقة هذا لا يجوز أم سمير من الإمارات تقول هل الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة غير مستجاب أخت الفاضلة لا الكلام يعني صيغة السؤال ما تكون بمثل هذه الطريقة بعد الصلاة عندنا عبادة اسمها الذكر بعد الصلاة مباشرة عندنا عبادة اسمها الذكر الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتي أذى الجيل الكرام ثم تعظيم الله وتمجيده وتقديسه بهذه التهليلات ثم التسبيح والتكبير والتحميل ثلاث ثلاثين وقول لا إله إلا الله تمام المئة وآية الكرسي والقواقل هذه تبع الصلاة هذه تبع الصلاة بعد ذلك إذا حب الإنسان أنه يدعو يعني بعدما انتهى من أعمال الصلاة وسننها ما في بأس يدعو يدعو فالله عز وجل يستجيب في كل لحظة يمكن أنت فهمت بأن يعني بعض الناس للأسف بعدما ينتهي من الصلاة رفع إذا يدعو هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإنما اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالأذكار بعد الصلاة أم عبد الباصط من العراق تقول ابنة الصغيرة تنام على صوت القرآن ونحن نضعها في سريرها مع القرآن ونذهب عليها ما حكم ذلك جاهز ما في بأس يا أخت الفاضل أم عبد الباصط تشغلوا لها القرآن وما دام أن البنية لا تنام إلا عليه ما في بأس والحمد لله أمت الله من سوريا تقول هل الإفرازات تبطل الوضوء الجواب نعم أي إفراز يخرج من المرأة ولو كان طاهرا فإنه ينقض الوضوء فتتوضى المرأة وتصلي يمنى من مصر تقول أنا منزل تطبيق القرآن على الموبايل هل يجوز أدخل فيه الحمام وأنا مش فاتحة للتطبيق أخت الفاضلة يعني لو دخل الإنسان بالمحمول أو الموبايل وفيه تطبيق القرآن وهو مقفل ما فيه بأس لكن الأكمل والأفضل خليه بره في بيته مثلا أما إذا كان يقول الله أنا في سوق أو في متجر أو شيء وحتجت أني أدخل حمام لو وضعت المحمول بره يسرق ما فيه بأس بشرط أنه ما تشغلينه صدر الإنسان فيه قرآن أنت الآن صدرك فيه قرآن وتدخلين الحمام فما دام أنه مقفل ما عليك شيء المحتارة من الرياض تقول عندي ذهب اشتراه زوجي من ثلاثين سنة وما كنت أزكي الآن زكيته ويعني وطلعت تقريبا حسبت على قسمة الأربعين وزدت عليه شيء أخت الفاضلة ما عليك شيء وتؤجرين إن شاء الله أنت أكيد متابعة واضح من سؤالك متابعة البرنامج وتعلمين بأني أنا أفتي بأن الزكاة الذهب الملبوس لا زكاة فيه فالراجح من أقوال أهل العلم المرأة التي عندها ذهب تلبسه يعني ما عدت للتجارة ولا الكنز مثلا هذا ما فيه زكاة تقول الله بزكي الله يقويك ويعطيك العافية وما دم تقول والله أنا أبا أرجع للثلاثين سنة وأطلع نسبة 12 أو شيء حسب ما ذكرت في السؤال طيب وما عليك شيء عبدالقادر من الدنمارك يقول كيف يحسن الإنسان إلى والديه بعد الوفاة أخي الفاضل يحسن إليه إلى والديه بما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم وإكرام صديقهم عندك الدعاء عندك صلة الرحم يعني مثلا والدك عمك وعمتك أمك خالتك وخالك أجدادك أيضا وإكرام صديقهما هذا من الإحسان والبر إلى الوالدين وكذلك الصدق عنهما كما جاء في حديث سعد قلت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت قال تصدق عنها بالماء فالصدقة بالماء طباعة مصحف شراء مصاحف حفر بئر بناء مسجد هذه الأعمال التي تنفع الميت بعدها وفاته وحق على المولود عفوا حق على الولد حق عليه يعني حق عليك يا عبد القادر لوالدك لوالديك فالبر لا ينقطع بالموت بل يبقى حتى بعد الوفاة أبو رعد من سوريا عفوا أبو رغد أبو رغد من سوريا يقول بعت أرض من سنة فيها ثلاث ألاف متر زيادة عن العقد يقول هل يجوز أن أطالب بها علما بأني لما بعتها كنت مضطر ولم أدقق في مسألة المساحة أبو رغد نعم لك الحق الكامل لأن هذا حقيقة فيه غبن بالنسبة لك وحتى لو كانت من سنة ما دمت أنك اكتشفت بأنك الآن بعت أرض يعني مساحتها ثلاث ألاف والأصل أنت تظن بأنها ألفين هذه الزيادة أو مثلا ألفين وخمسمائة و خمسمائة متر أو ألفين و تسعمائة و مائة متر هذا حق لك هذا أخي الفاضل ترجع فيه إلى المحكمة أو إذا لم يكن عندكم محكمة و عندكم مثلا بعض العلماء أو مثلا أناس يحكمون بالشرع مثلا تطلب بأنك تراجع هذه المسألة سليم من فرنسا يقول ذهبت لصلاة العشاء و أثناء الصلاة أخذني شك شديد هل كنت متوضع أم لا و هذا قبل المغرب صليت و أكملت الصلاة ثم رجعت إلى المنزل و عدت صلاة المغرب و العشاء هل فعله صحيح؟ لا فعلك غير صحيح فعلك غير صحيح ما دمت أنك أنت الأصل أنك متوضع ثم طرع عليك الشك في الصلاة الشك مطروح الشك ضعيف أمام اليقين ما كان في داع أنك تعيد عموما مدام حصل منك هذا هذه تكون نافلة عبد الله من الإمارات يقول يقول عندي أخ يقول يقول الأخ هذا يعني للأسف يشرب الخمر غير مواظب على الصلاة و عاطل عن العمل و مطلق زوجته يقول يطلب مني مصروف و يتقاذى راتب من الشأن هل أعطيه؟ لا يا أخي الفاضل عبد الله ما يجوز تعطيه كيف تعطيه و يشرب الخمر و يمكن يأكل مخدرات بعد ما يجوز تعطيه لكن ممكن أنك تعطيه الطعام و الشراب تعطيه تقوله تغدى و تعشى و تشتريه لثوب مثلا و تنصح و تكثر من نصيحته و أنت ذكرت في السؤال بأنه ما يسمع النصيحة و لو أنك رأيت بأن هجره بعدم إعطاءه يتأدب اهجره في الله حتى يتأدب لأن الهجر هذه عقوبة أما تقول ما ينفع معه فأطعمه و أسقيه فقط لكن لا تعطيه نقود الجنيد من اليمن يقول أريد أن أتوب كنت تدينت أو اقترضت من ناس و أيام الحرب يقول الآن ذهب ولا أعرف حقيقة مكانه و أنا أصلي و الحمد لله أخوي الجنيد بارك الله فيك ابحث عنهم قدر المستطاع فإن أيست تقول خلاص ما في مجال أني أصل إليهم تصدق بهذا المبلغ و ترجو الثواب لهم ترجو الثواب لهم لكن إن طلعوا و خرجوا يوم من الأيام و قالوا لك وين فلوسنا تعطيهم و تنتقل ينتقل إن شاء الله الأجر لك أجر الصدقة بعد أن تخبرهم تقول الله أنا تصدقت عنكم لأني يأست من أني أجدكم أنا تصدقت عنكم تقبلون إذا ما تقبلون هذا المبلغ هذه توبتك يا الجنيد لم ياء من ليبيا تقول اختلفت مع بنت قريبة لي و هي غلطانة علي قررت أني أبتعد عنها بس ما أقاطعها بيننا السلام فقط هل يجوز نعم يجوز إذا كان الإنسان قد تأذى من شخص مثلا كثير الضرر و كثير المشاكل و حتى لو كان قريب أهم شيء أنه لا تكون قطيعة عامة و إنما يؤدي للحق العام يؤدي مثلا السلام مناسبات في الأعياد في شيء ما دام أن الإنسان يرى بأنه كلما اقترفت من هذا الإنسان زاد الضرر و قس القلب مثلا لا يبتعد عنه ما فيها شيء خلاص الله المستعان طيب الحمد لله خذنا قدر طيب اليوم من الأسئلة عندي مجموعة كبيرة و الله من الأسئلة إن شاء الله في لقاء الغد بحول الله نكمل بقية الإجابة على أسئلتكم التي أرسلتموها على خدمة الواتساب السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا